السلام أنا معاد أحبوش وصلنا دابا للدرس الرابع في الجغرافية كانت منى تكونوا فهمتوا الدرس اللي حطيت وإلا ما فهمتي شي حاجة دخل عندي لانستجرام رغا تلقى لانستجرام في الوصف سووا لنا يتناقش معايا على أي حاجة وأنا رغا نجاوبك أوكي ندخلوا دابا في الدرس اللي هو أزمة المدينة والريف أتهي الحضرية والريفية شنو فهمتي من العنوان أزمة المدينة والريف والتهيئة الحضرية والريفية يعني ركينا واحد الأزمة في المدينة والريف والدولة باش تعالج هذه الأزمة دارت التهيئة الحضرية في المدينة والتهيئة الريفية في الريف هذا الجزء هذا غنديروا فيه المظاهر دي الأزمة في المدن والأرياف والجزء الثاني غنحط فيه أشكال تدخل للدولة لمعالجة أزمة المدن والأرياف يعني التهيئة الحضرية والتهيئة الريفية هذا الدرس غنحط فيه جوج أجزاء باش يجي ساهل وجيم فهم والجزء اللول غنحضر فيه على مظاهر الأزمة في المدن ومظاهر الأزمة في الأرياف دونك بقى معايا أوكي قبل ما نفهمه مظاهر الأزمة في المدن ومظاهر الأزمة في الأرياف أنشطه طاكسي ونمشيه نشوفه تشخيص التمدين في المغرب في المغرب وقع واحد تمدين سريع بسبب الولادات الناس بدأت تكتولد بزاف نسبة الولادات ارتفعت في المدينة وكذلك بسبب الهجرة القراوية الهجرة القراوية يعني الناس تيجرون من القرية المدينة بواحد الكتافة سريعة هاد الشي خل المجالات الحضارية التوسع يعني تزادت واحد البرطمات تزادت بزاف ديال الضيور تزادت الفيلات تزادت الرياضات تزادت الجرادة تزادوا بزاف ديال المجالات الحضارية وهاد الشي بطبيعة الحال بسبب الضغط السكاني في المغرب تحولت شي قورة المدن قورة كانت قورة بعد مدة زمنية ولا تمدن هاد شي اللي ذكرت دابا كاملو عندو واحد نعكسة خايبة مجاليا بيئيا وحتى اجتماعيا مجاليا على المدينة بيئيا في البيئة مادام كتير بنا دمره غاي وصخ البيئة غاي وصخ البيئة وكذلك اجتماعيا يعني في المجتمع دوك الطبقات كي ولي وش لحم على العرار المدينة كتولي مخلطة المهم كينا نعكسات خايبة اوكي نزل من الطاكسي رسالينا التشخيص ديال التمدين في المغرب اجي دابا وندخلو للصح اللي هو المظاهر ديال الازمات في المدن وفي الريف وغنبدو بمظاهر الازمة في المدن اللي بنت اقتصاديا واجتماعيا وتجهيزيا اقتصاديا المدينة ما عندهاش مؤسسات اقتصادية كبيرة اللي كتحرك الاقتصاد في المغرب يعني في المغرب المدن دياله ما فيهاش المولات ما فيهاش شركة اللي كي انجو التليفونات ما فيهاش مؤسسات كبيرة الاقتصادية اللي غاتهز الاقتصاد ديال المغرب بلوس عندها تدخم في الاقتصاد الغير مهيكل غنفهموش نواد الاقتصاد الغير مهيكل الاقتصاد الغير مهيكل هو الضريبة اللي ما كيخلصوهاش دوك الشركات المتوسطة ولا الشركات الصغيرة ولا دوك اللي كيهربوا المخديرات بحال الحشيش وماري اخوانا الى اخيري هاد الشركات مثلا كيجيبوا واحد المنتوجات من برة ما كيخلصوش على الضريبة وهذا را كيضرب في الاقتصاد المغربي زيادة على هاد الشي ارتفاع حدة المضاربة العقارية شنه هاد المضاربة العقارية هي هادك اللي تبيع لك مثلا واحد العقار وتيبيع لك بتامان مرتافع على اللي غي يناسب مع العرض والطالب يعني كيبغي ويربح منك هو ذاك العقار ما كيساويش ذاك الفلوس والذاك التامان بالمقارنة مع العرض والطالب وكيفاش خصويت باع ولكن هو كيبيع لك بتامان مرتافع وانت من اللي غي تشري هاد الارض ولا هاد العقار من اللي غي تشريه راك غي تبيعه بنفس التامان ولا الفوق وما غي بقاش التوازن في الاقتصاد وهكا غي تدهور الاقتصاد اوكي دا بنشوفو اجتماعيا فين بنت مظاهر الازمة بنت مظاهر الازمة في المجال الاجتماعي قلة فرص الشغل زيد عليها انتشار البطالة زيد عليها السكن الغير اللائق ما كانش فين يسكنون الناس زيد عليها الفقر اللي انتشار في المدينة وانتشار الاقتصاد الاجتماعي يعني الناس ولا دابات الطبقة الهاي كلاسية اللي خصويت تعيش اما الشي الاخرة غير تخيش بيش دونك كين هاد الاقتصاد الاجتماعي يعني ما كانش واحد ما كيوزنوش ما بين الطبقة الفقيرة والطبقة الغنيارة بجوجهم بحال بحال ودابا غنساليو بتجهيزيا فين بنت المظاهر ديال الازمة بالمدن تجهيزيا بنت في الطرقان اللي ما مجهزاش بحال الطريق ديال تيزين تيشكا البنية التحتية عارفين احنا ما مجهزاش هتشوف اي طريق عندك في مدينتك اتلقى بزاف ديال الطرقان ما مجهزاش واكبر متال هو الطريق ديال تيزين تيشكا لما بين مراكش والراشيدية بنت هاد المظاهر في الشبكة ديال التطهير بنت في الانارة وبنت في الماء ديال الشرب يعني الماء والضو را ماشي كل شي يعني ماشي يقاع المواطنين متحليهم المواطن مثلا الفقير ما متحليش ان ضو والماء بلوس الازمة ديال النقل الحضاري يعني الطاكسيات الطبيسات هاد الشي قليل في شي مدون هاد المظاهر ديال الازمة كلها في المدينة هاجين شوفوا دابا الريف فين بنت مظاهر الازمة في الريف بنت في ضعف التنمية الاقتصادية يعني الدخل الفرضي الى اخره بنت في الانتاج الفلاحي اللي كيضعاف مع التقلبات الجوية زيادة على هاد الشي والد الزراعة في المناطق البورية المناطق البورية الغير الصالحة للزراعة هي السائدة وهي اللي ولوكي زرعوا فيها الناس الاراضي البورية هي الاراضي اللي كبرات وتكشترات يعني ولت ضعيفة وصعيب انك بسرعة فيها شي حاجة بنت في انتشار الفقر في الريف بنت في انتشار البطالة بنت في انتشار الامية والتغطية الصحية ضعيفة وحتى الته مدروس ضعيف الموضو في الارياف عندهم ضعف الاستفادة منه وهاد المشاكيل اللي كينا في الارياف راه هي اللي انقدتو نفسرو بيها كيفاش كتخليهم يمشيوا المدينة العملية اللي كتسمى بالهجرة القراوية هاد المظاهر ديال الازامات هي اللي كتخليهم يديروا الهجرة القراوية ويمشيوا المدينة هنا غنكون وسالينا الجزء الاول من هاد الدرس ديال ازمة الريف والمدينة التهيئة الحضارية والتهيئة الريفية كنتمنى تكون فهمتي هاد الجزء الاول باش تبع معي الجزء تاني وتفهم الفيلم كامل الى ما فهمتيش شي حاجة ولا بغيت تسولني بشي حاجة ولا تخليلي اشي كلمة هلا انستغرام ديالي التحت شكرا المتابعة ديالك ليا الى اللقاء